السلام عليكم بألف صحة و بخير أرجعتكم كالعادة فيديو جديد و الفيديو أخرى بالنسبة اليوم بشيكون شاباتي تونسي عم 66 كيف تماما معي لازا تستوس الكل نصائح الكل بشيجيكم أفرن شاباتي نجمو و تعملوه في الدار اول حاجة بشي نحضرها بشي نحضرها خليت واحدة خميرة خبز مغرفة صغيرة سكر ميتين ميليليلتر ميت دافي وحطيت تعليم مقدار أربعة مغرفة كبار جزية تونة عالجنا بوزنت كمية الفارينة اللي عندي عملت 500 جرام فارينة وبالنسبة للشاباتي هذي منيش بش نعملو بسميت شنعملو فارينة أكهو حابيت نجربو معناي بالفارينة أكهو ونشوف شنو يعطيني هذه كمية الفارينة اللي عندي الكل بعد ما حتيتها حتيت معها مغرفة كبيرة مغرفة صغيرة سينوج وإلى الحبة السوداء مغرفة صغيرة ملح وبش نحط نعجنهم الكل بالباهي مع بعضها بالنسبة للباتم تاع شاباتي اللي استعملت فيها حتي محسن اللي عملت لحليب لغرط لعظم معناي جسد ماء فارينة خميرة متاع خبز سكر زيتونة هذو ما هما المكونات وبصراحة جيتني بنينة على الاخر كما تشوفوا في الباتم دايق عادة نعجن فيها بروبو كما تنجم وتعجنوها بيدي كم عادي جسد تعجنوها المدة عشر دقائق بش تجيكم معناي سوبل وطوعكم في الخدمة هذه الباتم دايق كما تشوفوا بعد ما ختمتها بالباهي القوة المتاحها سوبل ما هي شكلة تتلسق في اليد وبش نحط شوية زيتونة كماريتو معناي مانبا مغرفة صغيرة حتيتها في القاعة متاع الكوف ومتاع الروبو بش ندهن الباتة دايق بالباهي بالزيت بش كيف نخليها ترتاح وتخمر في عقلها ما تعمليش كما الكوش ملفوق باتم دايق غتيتها بمنديلة وبش نخليها ترتاح كي تنص ساعة ساعة انتو ما قداش تحبو تخليوها ترتاح مدام قلنا بش نعملو شاباتي تونسي لازم بش نعملو معه بسل ومع دنوس كما تشوفو ختيت كابتين بسل بالنسبة لي عملت كمية كبيرة متاع بسل على خطر حاجتي بها بش نعمل بها لومليت ش نعمل زادة فريت ش نحط فوق شوية بسل ومع دنوس ملول بالكل وكا قصية كمية كبيرة هذه كمية البسل بعد ما قصيتها تاو بش ناخو ربع ربطة مع دنوس بش نقصها جوائدة بالبيب ش نحطها على جنب في صحفة نحط بش نريكم الباتمتاي عنا تعديت عليها سيئة نساعة كي ما نشوفو فيها خمرت في عقلها ده بش نعجنها بالباهي بش ندخل في وسطها كزيد زيتونة ذاك اللي حاتيتو معناه قبل ما تخمر وذي الباتمتاي بش نقصها على 4 كوائرات متساويين حاولو جيبو معناه قد قدسينو كنتحبو تنجمو العجين أمتايكم بكل ها معناه توزنوها لكل قداش تقسموا على أربعة بشيجوكم الكل قطقة سيناسي بالابين واحد دوكة بالعين يعرف حسب التقريب كل عجينة قدش الكبرى متاحة توا كل عجينة بش نقدر فيها بالباهي وبشن خليها ترتاح في المعنى عرخامة متاعي والعجينة متاعي بشن خليها ترتاح مرة أخرى بشن تضعف الحجم متاحة بشن نحضروا مبعادنا الأومليات بشن نحضروا معها أومليات كيما تشوفوا خذية كعبتين عظم وبالنسبة للأومليات معنا نحط فيها شوية هريسة حط لها زادة بتبيعة ملح وفل في اللاكحل وتزيدها بصلوا مع الدنوس نجمو تزيدوها زادة فرماج اللي حب بالنسبة لها منحبها شكلي تكون قوية برشة بالفرماج هيك علش منحطش وداك كما تشوفها ذي الأومليات متاعي حاضرة مبقرية كبشرة كذا بالباهي اخذيت على جنب مقلة صغيرون حتيت فيه شوية زيت وبشن نحط نعمل فيه الأومليات متاعي بتبيعة بالنسبة للأومليات طيبوه على نار واتي على الأخر سينوكن طيبوه على نار قوية رو معنا يملو تتحرق لكم وإلا تجيكم لونها غامق والفقاني معنا ما يتيب بالشاب بالباهي والأومليات متاعي حذرتهم زياء على جنب كما تشوفوا العجينة متاعي تخمرت مرة أخرى خليتهم بالضبط 4 ساعة على خاطر قريت حساب معنا وقت تتيب الأومليات أو كالعجينة متاعي تخمر فيه أقلها وبعد نتعدهم أبعضنا للتشكيل كما تشوفوا البات متاعي خمرت بالباهي اكتسبت فوليوم حتي تلافرينة مجنبت الزوس وتو بشنو قد نحل فيها بالقلقال بالنسبة للبات كما تشوفوا فيها ما يشكل رهايفة على الأخر وما يشزد أخشينا ببرشة وبالنسبة للخبزات معنا كيف تشكلوهم حاولوا حطوهم معنا على منديلة نظيفة وبعد وليوا طيبوا فيها قلكم وبالنسبة لها بعد ما شكلتهم كما تشوفوا بشن نحيك الزيادة ذاكا متاع الفيرينة وبشنحطهم ديريكت فوق منديلة بشنخليهم يرتاحوا مرة أخرى وبعد بشنو اللي عن طيابهم والخبزات متاهي الكل بشنحلهم بنفس الطريقة كما تشوفوا الرش الفيرينة من فوقه من اللوطة نحل بالقلقال ونحطهم ديريكت على منديلة وطاوت عديت 4 ساعة أخرى تم قليكم بشن طيب الخبز بالنسبة للخبز كيفاش طيبوه رو ضروري عالاخر بش يعطيكم نفس الخبز متاع الشباتي اللي تشريوهم البرا او الحاجة المقلم تاكم تسخنوها عالاخر وكيف تجيو بش طيبو الخبز الخبز طيبوه على نار واتي عالاخر تخليو كل شيراتي بدرجي نكاكا بش يجيكم طيب في حاقو ما تطيبوشي معناه على نار قوية سينو يكتسبلك ملون غامق من شيرات الزوز وداخلين يبداني وبالنسبة للخبز كيفاش طيبتو المرة دي عراني مستحقيتش الجنبات نتاوه معناه بش نطيبهم جاني بالحق في حاقو وكي ما تشوفوا حتى ملون متاوه ياسر مزيين ولنا حاجة اخرى حابيت منقول لكم ماريا بالنسبة للخبز متاع الشاباتي جربتو قدش مرة بسميد ومبلفيرينة في بالي معناه هذاك هو الخبز متاع الشاباتي معناه ما يجيب نين كن كن نعملوه شتر بشتر وإلا سميد أكثر من الفيرينة مرة دي عملتو بالفيرينة اكهو وستقولي عجبني أكثر مرة عجبني بالفيرينة برك كفر ملي معناه نعملو بسميد ولفيرينة وإلا السميد معناه أكثر بتبيع عراري منيش نسكن في تونس اللي تسكنوا في تونس عامنو شتر بشتر وإلا عامنو سميدة كهوزة دي يجيكم ماشاء الله على خاطر فبع فرق من بين السميد متاع تونس والسميد اللي موجود لنا وكي ما تشوفوا لنا أفوتكم بالحديث من بكري خليت باكو فليت شاريتو حاضر جلست ملاحطو دوب شوية وحاتيت قليتو في زيد عالجنا بزادة خليت صحفة حاتيت فيها هريسة الهريسة لحكوك ديكة تونسية هريسة عربي بش الشاباتي معناه يجيري محرحر عالاخر وزيت شوية زيد زيتونة شوية ماء وبش نحط زيدة شوية فلفل أكحل هذه الهريسة معناه كيفش نعملها زينو بالنسبة لشاباتي متاع الشارع راو يزيدوه سلطة مشوية تبنن عالاخر بالنسبة ليا ما عنديش الفلفل كيفي اكعليش ما عملتش في نفس الوقت ذا الفريت مدى يحضر تم قلي كامش نحطو على السحن تحت منو بابي بش يتشربك الزيتة ذاك الكل والفريت مدى يزدو شوية بسلو معدنوس كيما قلتلكم راو يبنن عالاخر الفريت معناه كي تعملوه بالبسلو معدنوس يجيكم بنا على بنا وطا كيما تشوفو كل شي حاضر اذاك الجبن بسلو معدنوس هريسة تن الاملات متايبة تبيع زادة حاضره حاطتها على جنبتهم قلي كمش نقصو مع بعضنا الخبز وبش شوفوه كيفي جيه على الفكرة تايب في حقو حاجة اخرى بالنسبة للخبز ما قلتلكم ش عليها من بكري اللي هي مغرفة السينوج راو ما تستغنى وش عليها راو تفوح الخبز متاع الشاباتي عالاخر وتزيدو بنا على بنا كيما تشوفو الخبز متاي طايبة كيما قلتلكم بكري معناه مجنبت ما طايبتهش في معناه فوق المقلة وجيتني في حقا ما يش هيكليني ولا حاجة وطا كيما تشوفو حاتيت الهريسة تن معدنوس بسل جبن مفروم بالنسبة لاي استعملت جرانا بادانو اخر حاجة بش نحطها لومليت وبش نزيد زادها شوية هريسة في الخبز متاي بالنسبة للأومليت كيت جيتكم كبيرة كل حرافة ذوكم يقم القصو بسكينة وقلب مقص متاع كوجينة ودي الشاباتي متاي في طبق تقديم زدو شوية فريت مايونيز وحاجة اخرى بناسبة لشاباتي رو بنتو سخون بعد ما تكملوه عاود وحطوه شوية اخرى على المقلة بش تتبنوه ويبدأ بالحق كلي تقوش عليه الشاباتي من تونس ادي الفيديو متانا كام بالنسبة لليوم انشانا نكون فاتكم ولو بإفادة بسيتا وطبق عليكم شغل لكم بسلامة في امان الله شاهد ملتقانا في وصفات اخرين اشتركوا في القناة